بعد مطاعم الوجبات السريعة ها هي سالونات الحلاقة السريعة تغزو العاصمة الفرنسية بدأت تشاهد في باريس وخصوصا في الأماكن العامة والمزدحمة كمحطات القطارات سالونات حلاقة عملية إذ بظرف عشر دقائق وبسعر عشر تيوروهات يمكن للزبون أن يقص شعره في هذا المكان الأشبه بمتجر صغير لا تتعدى مساحته البضعة أمتار مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أوروبا يقصد سالونات الحلاقة هذه إلى جانب المسافرين وناس يبحثون عن حلاقين ماهرين بأسعار رخيصة مع حلاقة سريعة وبدون موعد مسبق السر في نجاح الفكرة هذه واستقطاب المزيد من الزبائن يكمن في طريقة قص الشعر أي الحلاقة الجافة كما تسمى فمعظم الحلاقين الذين يعملون هنا متخرجون من أكبر مدارس الحلاقة الفرنسية أعرض أن أشخase بالت repaired قبل تعليم المحل حلقًا وأشخاب المزيد من الزبائن في 16 سنة ح macزر في بياري في تعالج الفكرة في موزر في سحن الزبائن لأصل لم أقلب مزيد من الشعر لحل الذي فقط؟ يعتمد صاحب فكرة الحلاقة السريعة على عدد الزبائل الذين يقصدون صالون حلاقته بسبب أسعاره المخفضة مقارنة مع صالونات الحلاقة الكلاسيكية التي قد ترتفع أسعارها ثلاثة إلى أربعة مرات عن أسعار الحلاق السريعة ليث بزاري العربية باريس